اشتركوا في القناة واثين وعشرين بش نفهمه اكثر الرقم هذة وحابيت نحطه في اطاره كنقارنه اول شهرين معناه الى حد شهر فيفري تلاثة وعشرين النسبة كانت سلبية في اذا نقارنه اول شهرين من السنة الحالية باول شهرين من سنة تلفين واثنين وعشرين شنو اللي قلب بها التأخر هذا كنا بتأخر بخمسطاش فاصل ستة في المياه تراجع ولينا ارتفاع بسبب وعشرين فاصل ثمانية في المياه سي كان السبب يرجع خصوصا لانه فم بعض التصريحات اللي ما تمش اعتماده في الاشهر الاولى وهي المتعلقة بالاستثمارات الاكثر من خمسطاشم مليون دينار بالنسبة لثلاثة شهور معنا تأخذينا ثلاثة شهور بتاع سنة التلفين وثلاثة وعشرين عودنا رجعنا على كافة التصريحات بالاستثمارات اللي تم معنتها تسجيلها كل سواء على مستوى بي كانت نوت بالصناعة والتشجيد ولا على مستوى الهيئة التونسية الاستثمار ولو كيف عودنا معناتها الاحصائيات بتاعنا وجدنا انه فما تطور بنسبة 27.8% من حجم الاستثمارات المصرح بها جزء نحب نفهم المنهجية اللي يتخدم بها الرقم هذية بالضبط على شنوها تعتمدوها الرقم هذية هو مقارنة بين التصريحات اللي صارت فيه السنوات في المدة متع ثلاثة شهر متع السنة لسنة 22 والتصريحات اللي صارت فيه ثلاثة شهر الأولى متع السنة 2023 وتم المقارنة بيناتهم احنا معناتها في كل تقريبا كل شهر نخرج المقارنات حسب عدد الأشهر الأولى متع السنة وهذاك يمكننا باش ناخذ رؤية معناتها تكون عندنا رؤية واضحة على نسق الاستثمار معناتها في المجال الصناعي والاعتماد يصير على التصريح معناها لديكلاراشون لديكلاراشون هذوم التصريحات بالاستثمارات اللي قوموا بيهم المستثمرين معناتها للمشاريع متاعهم نذكر الرقم في أول ثلاثة شهر من سنة 2023 هو 791.1 مليون دينار حتى كنقارنه بسنة 2022 و2021 الرقم هذا أعلى من الزوز سنوات اللي ذكرتهم دي ما نحكيه على أول ثلاثي ولو ما نعرش إلى أي مدى هذائي نجم يساعدنا في المقارنة لأنه نعرفوا اللي 21 و22 ما زلنا خارجين من من أزمة الكوفيد هو صحيح نجم نقوله لسنة 22 كانت سنة معناتها الاني دو الاني دو الانفستيسمن دونك ثلاثة وعشرين تأكيد هذائي باعتبار أنه نسق الاستثمار قاعد يتطور كسفه على مستوى حجم الاستثمارات وكذلك على مستوى تطور عدد المشاريع المسرح بها نعرش عب سلامي إذا كان عندك تعليم أنا حبيت نعرف شنو تقييمك السبعمائة مليون دينار سبعمائة واحدة أنا مشكلتي في ما هو ما نشوفش بالدينار تونسي يعني كنردها دولار نقام 200 مليون دولار اللي هو رقم ضعيف وضعيف ما نجموش نقوله حتى ضعيف معنا بالنسبة لإستثمارات متاع دولة نحكيه في القطاع الصيني نحكيه في القطاع الصيني نحكيه في القطاع الصيني نحكيه في القطاع الصيني كما ذكر دونك هما معناتا الاستثمارات هذه هي اللي صارت خلال الفترة هذه دونك فيها عديد المشاريع فما شاريع صغيرة فما شاريع متوسطة فما شاريع كبرى دونك ما قاعدين يستثمر. اليوم تقريبا عنه آآ تطور الاستثمارات في الاحداثات. الاحداثات جدد معناتها. خباطر اقبل كنا في السنوات الفايتة عام ناولوا العام اللي قبله. كنا في آآ معناتها توسعة. يعني عادوا بروجيه حاب يكبر. ولا توسع. ذو كم يكبروا في البروجيه متاع. توا ولينا في مشاريع متاع احداثات جديدة. والحاجة الباهية زادة انه المستثمنين التونسيين رجعوا يستثمروا. اليوم في الاحصيات اللي عنا. عنا تطور الاستثمارات التونسية تقريبا بواحدةוך ستين في المئة لثلاثة شرة دم ومقارنة. مع لك تراجع للاستثمار الاجنبي. ثم تراجع ثم تراجع حاجة معناها. خطر الاستثمار الاجنبي يجيب يجيب لك عملة صعبة لئي هي ازمتنا في تونس العملة الصعبة معناها. آه هو الاستثمارات الاجنبية صحيح معنات فمت تراجع ولكن هزا مربوط مربوط بالماannyخ العالمي معناتها. على المستوى العالمي روم تراجع على الاستثمارات وفما معناتها شوية ركود اقتصادي اللي يخلي المستثمرين مهمش مهمش مخدمين على الاستثمارات. انا حبيت احبيت جوز نسأل على حاجة في علاقة بالاستثمارات هذه التركز متاع الاستثمارات. ما نحكيش حتى على اسناء. نحكي حتى على عم ناول وتعام ناول. تركز هزه متاع الاستثمارات. لأنه احنا نعرف هنا اخر مرة شفت الخريطة متاع تركز الاستثمارات شفت انه مثلا في الوسط الغربي اكثرها مشاريع متاع واحد متاع فلاحة معنا اكثرها مشاريع فلاحية تركز الاستثمارات الصناعية والخدمات وين يكون اساسا معنا شمل شرقي ابار بتبعها هو هو معناته هو عنه معناته في تونس معنا معناته الصناعات الكلها تقريبا في الريجون كوتير في المناطق الساحلية دونك ثم بالنسبة البريود هذي متاع ثلاثة شهر سنة 2023 دونك فهمها شوية تطور في المناطق الداخلية استثمارات تطورت في المناطق الداخلية وهذا مؤشر ايجابي هو رغم الامتيازات اللي منحتهم الدولة هل نجحنا بش جبنا مستثمر قولنا لو يجي استثمر لهنا في سليانة ولا في قافصة ولا ولا لا هو شوف رغم الامتيازات اللي منحتهم الدولة رغم معناتها الامتيازات المالية والجبائية رغم ما كانتش معناتها عندها نجاعة كبيرة لاستقطاب الاستثمارات في المناطق الداخلية اليوم المستثمر يقول لك عطيني انفراستركتور باهية ومتعطينيش امتيازات معناتها معطيني استقرار وامان معناه الامان والاستقرار في تونس الحق ما موش معناتها محدد اليوم معناتها نحكي في سنة 2023 لكن هو البنية التحتية هي الهامة دوك فامو مستثمني جي يقول لك أنا منيش مستعد باش نهز باش نعمل الاستثمار في مناطقة داخلية وغدوة يزمني معناتها نهز السلاع متاعي معناتها ترانسبور على انفراستركتور روتيال اللي هي ماشي اديكوات وبعيدة على المناطق معناتها على الموانئ اللي يتم فيها التصدير دونك ذيك عليش ثم شوية ثم شوية اشكالية في الاستثمار في المناطق الداخلية مدام عبدالسلام كان يحكي جغرافيا تقسيم هالاستثمارات حتى على مستوى القطاعات مهم كونا نعطيه هالاستثمارات هذية وين توجهت وين اهم القطاعات اللي استأثرت بهالزيادة في الاستثمارات هذية يا سي كميل اهم القطاعات اللي استأثرت بالزيادة في الاستثمارات عندنا القطاعات الكلاسيكية مثل تونس اللي هي قطاعات وعدة كما للاندستري ميكانيكي الالكتريك الصناعات الميكانيكية والكهربائية كذلك عندنا السكتور تكستيل معناتها النسيج والملابس اللي هو معناتها قطاع مشغل وهام أنه التطور المعنى للأستثمارات تصير فيه وصارت فيه دجاء ثم تطور بتقريبا 100% و3% في قطاع الصناعات النسيجة من اللابس كذلك قطاع الميكانيك والكهرباء 43% وقطاع الكيميا تقريبا 33% وعننا كذلك قطاع معناتها المواد الخزف والبلور اليمسي سي في ماتريود كونسريكشون سيناميكي ذير اللي شد تطور بتقريبا 538% وهذا ناتج عن تصريح بعض المشاريع الكبرى اللي تم تصريح بها خلال هذه الفترة نجمع ناخد فكرة مثلا على هالمشاريع شنية هالمشاريع الكبرى هذي اللي خليت مواد البناء تعرف 500% ارتفاع في الاستثمارات متاحة ايضا قارنه باول ثلاثة من سنة 2022 سيش خليل كل وقت تشوفنا هالمشاريع الكبرى هذي سيكمال وورفلي نذكر ضيفنا المدير العام المساعد لوكالة النهوض بالصناع والتجديد معناتها مثلا القطاع الميكانيك والالكتريك اللي واحد في قطاع مكونات السيارات وواحد في مكونات الطائرات اللي هما معناتها رفعوا في النسبة في النسبة تطور الاستثمارات في القطاعات هذي قيمة تم قديش كان فيها كان تذكرا يعني يعني فوق المليون دينار معناه اي 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 هو هو بالنسبة لكم ميجا بروجي بين بداية من قديش استطلاحات هذا يعتبر مشروع كبير من مشاريع الكبرى اي احنا نعتبر اكثر من خمسة مليون دينار هي مشاريع معناتها مهمة كبرى معناتها موجودين هما كشريئة معناتها نحن نعم مستثمرين بالنسبة لشركة ناشئة عنا نحن عنا محاضن مؤسسات اللي تقوم بالتكوين متاعهم لإحاطة بهم تكونونهم لبلون دافير متاعهم وكذلك تتمكنهم من الإيواة في فضائات المحاضن المؤسسات وعنا عديد المحاضن المؤسسات الناشئة اللي تم معناتها إنجازها سنويا تقريبا. قلنا اللي بالنسبة للاستثمارات عرفت ارتفاع ب 27.8% في القطاع الصناعي حسب التصريح إذا نقارنوا الأول ثلاثة شهر من 2023 مقارنة مع أول ثلاثة شهر من 2022 بالمقابل كنجي ونشوفوا مواطن الشغل اللي تم إحداثها النسبة نلقاها سلبية يعني فما نقص في خلق مواطن الشغل في نفس هذه الفترة نقص ب 3.4% نعراش كيفاش نجموا نقراه هالمعادلة هذي هو بالنسبة للنقص في مواطن الشغل هو عادة بنا حسب نوعية المشروع مع هذا البروجيه مثلاً يبدأ عنا مشروع مثل تيب متع مكونات الطائرات تلقى فيه ديجيتاليزازيون وتلقى فيه معنتها يد عاملة قليلة أقل يد عاملة كاليفية ما أقل في العدد دونك ذلك هو الأسباب كذلك مكونات السيارات كيف كيف تلقى معتها يد عاملة عندها كفاءة مهانسين ما العملة عدد العملة يكون أقل وذلك ليش معنتها ثم بعض التراجع في عدد مواطن الشغل ديماً نحاول ندخل شوية في تفاصيل هذه الأرقام شنحاولوا نفهموها أكثر كنجيو نشوفو في المناطق اللي هي مصدرة كلياً نلقاو زيادة ب 66.5% في الاستثمارات المصرح بها مقابل يعني تعديت الاستثمارات من 230.7 مليون دينار إلى 384.2 مليون دينار يعني تقريباً زوز على 3 دينارات زيادة في الاستثمار موجودة في المناطق اللي هي مصدرة كلياً بالنسبة للصناع هي المؤسسة المصدرة كلياً عندها كما قلت تقريباً تم نسبة تطور ب 66.5% من حجم الاستثمارات وهذا مهم باعتبار أن المصدرة كلياً اللي يكون عندها معناتها على 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 في تونس معناتها سي مهم أنو الاستثمارات الموجهة للتصدير يتم انجازها بحاتة تحقق معناتها دخل من الدفيز بالتونس بالمقابل كي نحكيو على هنا في البابير يقول لك ديمينوسيون رسpectيف 39.7% تونس فقط وإنما العديد البلدين باعتبار أنو الوضع الاقتصادي العالمي بعد الحرب الأوكرانية دونك اليوم اللي كان عنده تروها 4-5 يونيتي يحاول يجمعهم في وحدة دونك هذك مشهت توجه في الابتجاه هذك هذك عليش اليوم معناش استثمارات أجنبية جديدة دي قاعدة هو سيكمال جست سيكمال ورفل ينذكر المدير العام مساعد لوكلة النهوض بالصناعة والتجديد لابيا لابيا اليوم صحيح فما تندانس في العالم إلى إعادة إعادة برشة بلدين اللي في وقت من الأوقات مشيت برشة ومشيت في ستراتيجي قاعدين يمشيوا في الاتجاه المعاكس لكن زادة فما إعادة الانتشار في دول القرب دول الجوار بالنسبة للاتحاد الأوروبي واللي تونس تكون وجهة مهمة جدا في هذه الاستراتيجية متع إعادة الانتشار فما برشة قطاعات وبرشة أنشطة اللي النجم نكون فيهم كومبيتيتيف أحنا وبحكم القرب بحكم المسافة النجم نكون معناها نستقطبوا جزء هام من إعادة التوزيع اللي قاعدة تصير لعدة أنشطة كانت مثلا في آسيا وجنوب شرق آسيا وإلا في أوروبا الشرقية من عرش لأي مدى هدايا يمكن أخذوا بعين الاعتبار هذا عامل مهم باعتبار أنه معناتها تونس الموقع الجغرافي متاعها متميز كذلك تمتاز بمعناتها يدعام لكفأة دون مهمين معناتها القرب الكفاءة معناتها متاع العمل اليوم كما قلت إذا كان الحاجة المهمة أنه تونس رجعوا يستثمروا باش الأجنب يجي يستثمر يسأل أسكت تونس قاعدين يستثمروا ولا اليوم من خلال ثلاثة أشهر ذوما لاحظنا أنه تونس رجعوا يستثمروا وإن شاء الله هذا يكون عامل باش نستقبل الاستثمارات الأجنبية مستقبلا معنتها في الأشهر القادم إن شاء الله بالك إحنا سعب في علاقة بالاستثمار الأجنبي عنا برشا مؤسسات في الاستثمار الأجنبي لجعلنا مشكلة إنه تم تدخل في المؤسسات عنا تخكي بالنسبة للجانب الحكومي أي في الجانب الحكومي الإدارات اللي المشرفة على الاستثمار الأجنبي عنا يمكن نزوزوا لثلاثة المؤسسات اللي هي دخلة في بعضها ما تفهمش هذي وين يبدأ وين يوفى حاجة أخرى ما تشوفش إنه اليوم تواحنا مثلا في الحرب الروسية الأوكرانية كل التوقعات كانت تقول إنه تونس بيستستقطع باستثمارات ما نجحناش ما تشوفش إنه المؤسسات هذه ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والوكالة هذه يزم الساعة إعادة هيكلة لأنه مؤسسات قدمت ومعناها ومعاتش تم نوعا من الأفكار التجديدية هذه للاستقطاب ولا خطر نحن من الغريب إنه كل شيء العالم غلط فيه والعالم هو مشكلة العالم لكل ثم ثم مشكلة عملناها نحن ثم غلطة عملناها هو اليوم فم فم إشكالية في فيما يتعلق بالاستثمار داخل في المهام بين بعض الهياكل لخل المستثمر ما تشطت معنتها كل مرة بين الهيكل هذا والهيكل هذا إن شاء الله معنتها العكس اللي صاير في العالم على فكرة لهو في العالم كل خاصة الناس اللي تحب معنا الدول اللي تحب تستقطب الاستثمار الخارجي تحط تحط الاهتمام كله في بلاسة واحدة باشي المستثمر في بلاسة واحدة يقضي قضياته الكله يخرج ما يقعدش من بيرو بالضبط هو هذيك هي الفكرة الأولى اللي جيت معناتها من خلال قانون الاستثمار وإحداث الهيئة التنصية الاستثمار لكن في البراتيك معناتها في الجانب العملي صارت برش إشكاليات باعتبار فمتها الداخل في المهام باعتبار معناتها معناتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تكون عندها دور أكثر من خلال التمثليات اللي عندها في الخارج لاستخطاب الاثمار الأجنبي المهامة ومهامة الهيئة كذلك معناتها في الحوكمة في منظومة الاستثمار فما الجانب الاستراتيجي وفما الجانب العملي معاك كل عام تجيك حكومة عدم الاستقرار وإن شاء الله ماشيين في اثنية توا من شاء الله في توجهة أنه معناتها تكون أكثر حوكمة الاستثمار وكل هيكل معناتها يقوم بالمهام المنطعة بيعودت وفي أحسن الظروف جزيلا شكر لك سي كامال ورفلي المدير العام المساعد وكالة النهوض بالصناعة وتجديد نذكر بالرقم ارتفاع ب27.8% بالنسبة للاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي مبين أول ثلاثة شهر في سنة 2023 وأول ثلاثة شهر في السنة الماضية 2022 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر